مساء الخير وكل سنة وانتم طيبين برحب بكم كده وحشتوني كل يوم جمعة ان شاء الله لايف على الفيسبوك موضوع مهم بيشغلكم كالعادة بندردش فيه مع بعض ولكن المكان اللي بنعمل عائلة هيفاض باستمرار هو الانستجرام وانا هبقى سايب الرابط بتاعه برضو في التعليقات تحت ياريت اللي عنده ينضم تقريبا احنا على الانستجرام بنعمل كل يوم يعني بنعمل لايفات لايفات باستمرار كل يوم ولكن خصصنا يوم الجمعة خصصنا يوم الجمعة ان هو يكون لاصدقائنا المتواجدين على الفيسبوك كل يوم جمعة الساعة 11 هيبقى معادنا في اللايف موضوع مهم لازم اوضح للانستجرام ووضح للرجل ان احنا مش بنحب زي بعض وان فيه فرق بيننا الرجل احنا كرجال بنحب بطريقة والانسة بتحب بطريقة وخطأ جسيم ان احنا نربط ما بين حب الرجل وحب الست ان هو واحد هيختلط علينا الامور على طول ولكن انا مش عارف التعليقات لسه مش ظهرة قدامي ظهرت التعليقات خلاص برحب بكل اصدقائي اللي بدأوا ينضموا انا باستنى شوية كده على ما نبدأ لتجمع احنا في اللايف بنكون براحتنا كل سنة وانتون طيبين بقى واللي فطر دلوقتي واللي والله نورت يا هالة اسلاميلي هالة من الناس اللي بتعلق باستمرار يعني حوت على ما اذكر كده ما تخنش تزجيرها يعني لان انا من كتر مبقرة كل تعليقاتكم ففي ناس كتير انا عارفها وفي ناس محترمة وفي ناس حتى الرجالة او الشباب المتواجدين فعلتنا محترمين وده ما يميزها يعني ما لقيش واحد مثلا انا الشغل بقى بتاع المراهقين ده داخل يوشقو داخل يستظرف ده ما عندناش الكلام ده ولذلك ده حاجة يعني بتسعدني جدا هنبتدي بقى احنا عدنا المتين دلوقتي وطمئوني على الصوت يا جماعة رجائعا كده انا برحب بكم كلكم الست اذا حبت فهي بتشوف او من البداية كده الرجل في البداية يجذبوا للست جمالها او المظهر مش ده بس اللي بيجذبوا ولكن عامل شبهة اساسي عشان الرجل ده يحب الست ان يكون شكلها الشكل اللي بيحبه او شكلها حلو ولكل قاعدة استثناء بينما الانسة تركز اكتر على الجوهر هو الطبيعة كده يعني الانسة تركز حتى تلاقي لو هو بيحبها وبعد الجواز هي ممكن تتقبله بشكله بكرشه بقرعيته بلونه بصماره ما عندهاش مشكلة هو بقى لو تخنت شوية تلاقي لا خلي بالك يضبط جسمك هي بقى مش عارف لو كده وده مش معناه ان هو ما بيحبهاش ده بقى انا عايزة وعي النساء ولكن الرجل غريزة فيه بيحب الانسة يشوفها جميلة الانسة بتركز على شخصيته احتواءه قوة شخصيته تفاهمه الاخ ده اول نقطة لازم الانسة تفهمها تحديدا كمان الرجال انا مش عايزة اقول كلهم عينهم زيغة ولكن الرجالة تحب تاخد فكرة لما تشوف ستة حلوة العين بتروح لها تاني عشان بس ما وفيش واحدة تقول انا مرتبطة طبع الرجال كده وإلا ما كانش ربنا شرع لهم التعدد لو مش هيقدروا انهم فالرجل يقدر انه هو يجمع ما بين اكتر من واحدة الست حتى دي طبيعة تمام فتلاقي لكن في فرق بين واحد خاين واحد بياخد فكرة لا الرجالة معظمها وانما كانش يعني الاغلب ياخد فكرة بالذات لو ستة حلوة البنات نفسها بتبص عليها ما بالكم الرجل بقى مش معنى انه هو مش معنى انه هو بياخد فكرة انه هو مش مقتنع بيك او انه هو هي احلى منك بالنسبة له لا اوعي توقعي في الغلط ده هتخسر كتير والله يبكلمك بجد دي حاجة في طبيعة وفلسفة وشخصية الرجل قلت فيه فرق من الخاين والخاين عمره ما يستمتع بحياته الزوجية اللي هو الخاين وخلي بالكم ما فيش راح يتبال يعني لو هو خاين ما يستمتعش بحياته الزوجية هو كده سبحان الله يعني ربك بيعقبه ولكن ياخد فكرة يبقى دي تاني نقطة تالت نقطة الرجل مهما كان عايز الستة اضعف منه يعني الستة تبقى شخصية قوية ما فيش مشكلة انما تكون انما تكون اقوى منه في شخصية نو استوب هندخل في حطة سد الانسة هنا العكس لو لقت ان هي اقوى منه ما يملاش عنها عايزة هي تحس بضعفها شوفوا الفرق في الحب لذلك حتى انت لو انسى قوية الشخصية عملي قوية الشخصية على كله بس تعالي عند اللي انت مرتبطة معاه ولازم تحسسي ان انت مسخصيتك مش اقوى منه مش انت اللي هتقضي لا انت منقاضة ليه بالعقل وبالاحترام برضه ما بنقولش انه هو بالسيف او بالكرباج يعني زمن سي السيد انتهى ولكن النساء اللي مش فهمة كده بتقع في صدام مباشر مع الرجل اللي هي مرتبطة به مما يوتر العلاقة وممكن ينهيها تماما فلذلك لازم ان احنا نكون فاهمين النقاط دي كمان الفرق فيه فرق برضه كمان ده فيه علامات كتير اوية وفيه فروق بين حب الست والرجل الست لما تحب تلاقي العاطفة غالبة مهما كان بقى هي رومانسية مش رومانسية ايا كان هي العاطفة هتغل فهتلاقي العاطفة مع الشخص اللي هي بتحبه هي المتحكم الاول بينما الرجل مهما حب لازم فيه جانب عملي او واقعي مزاحم العاطفة عنده لذلك تلاقيها بقى واحدة مرتبطة بشخص ده بيشتغل كتير ده مركز في شغله هو لو بيحبني فهي اسلية بتقس على نفسها انا ممكن اسيب كل حاجة واقعد اكلمه طول اليوم لا هو ما بيعملش كده هو طبيعة الرجل كده طبيعة الرجل يحبك اه وعلى عينه وراسه اه ويخاف عليك من الهوى الطاير بس بطبعه كرجل في جانب عملي في جانب وقعي وإلا خلاص بقى يبقى انتو الاتنين تضيعوا فوق السحاب انت عاطفة هو عاطفة لاحنا شغالين ولاحنا رايحين ولاحنا جايين خلناها نقعد نحب في بعض طول النهار والليل ودي وش تضيف وبقى بيني فلازم الانسة برضو تكون فهمة النقطة دي تحديدا كمان بقى الحاجة اللي ممكن تستغربوها ولكن علم النفس حتى يأكدها الرجل إذا حب بجد وكلمة بجد دي هي المحورية حطري تحتها مليون خط ما ينساش أبدا حبيبته دي الست ممكن تتناسى لو لقت اللي يعوطها حب الرجل أقوى بمراحل من حب السد لو انت دارس الزات البشرية لده وده هتلاقي كده حتى ترجع للتاريخ شوف مين في القصص المشهورة اللي تقزى عشان حبيبته شوف قيس اللي حصله عشان الليلة قيس تجنن قيس حبيب الليلة وقصة مشهورة تجنن هي لما أبوها اللي هو عمو خطها بدأ يلف عالديار ويقول يخبط عليهم بالليل ليلة عندكم الرجل تجنن لحد ما يسموه مجنون ليلة عنطر حتى وعشان عبل ما كل دي قصص واقعية شوفوا حتى الفيلم وعمل عشان روميو قاتل نفسه عشان جوليت أو انطحر وراها هو كده الرجل إذا حب إذا حب بجد حبه أقوى بكتير بكتير لذلك لما يحب ستة ما ينساهش حتى لو ارتبط بعد كده إنما ستة لو لقت اللي يحتويها ويفهمها ويقدرها ويعوط ممكن تنساه أو على أقل تتناسب شكلي بي لذلك أي أنسة مش فهم ما الفرق ده الشطان بقى والشك الشك هنا يدخل في العلاقة وده مش حل الست مستحيل تنسى أنا ما قلتش بقى تنسى والناب نركز أنا قلت تتناسب يعني تلاقيها عيشة وخلاص وبتضحك والدنيا والولاد وحبيبها وبحبك إنما الرجل ماي لحبيبته الأولانية أقصى خلي بالكم الرجل يقدر يحب أكتر من واحدة هو ده الفر هو ده الفر وإلا ما كانش ربنا شرع له أربعة عندنا في الإسلام هو يقدر إنه يحب صحيح في وحدها تغلب على وحدها بس يقدر الستة ما تقدرش الستة عمرها ما تجد أبدا مع اثنين يعني هي له وحدة بنوتة مثلا ومرتبطة استحالة لازم تطنش واحد تماما على حساب الآخر تماما الرجل بقى يارف يلعب على الحبلين يعني ممكن يدي احتواء ويفاهمها أنه هو بيحبها قوي والتانية نفس الكلام فاهمين لذلك ولينا في سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام قسوة حسنة كان متجوز أكتر من وحدة وكلهم كلهم سعداء وكلهم فكرهم أن هو بيحبهم هو فعلا بيحبهم ولكن كان في وحدة بيحبها أكتر شوية ف على مسكر القصة كده اجتمعت نساء الرسول يعني وقالوا أنت بتحب أكتر واحدة مين فينا دي قصة وقعية نساء الرسول كان متزوج أكتر من وحدة فقالوا أنت بتحب مين أكتر فقال لهم بكرة هرد عليكم بكرة هرد عليكم وراح بالليل قد كل واحدة طمرة من غير ما يقول التانية وصبح تاني يوم قال أكتر واحدة بحبها اللي ديتها طمرة مبارح كلهم منبسطوا وفرحوا شوفوا الزكاء والحنكة في التعامل والستة ما تعرفش تعمل كده الستي لا تستطيع إطلاقا أن هي تجمع بين اتنين يقل بتنفقهم هما الاتنين إنما الرجل بقى ممكن واحدة واثنين وتلاتة بس في واحدة زيدة شوية بس بيحب التلاتة بيحمل مشاعر للتلاتة الستة ما تحملش المشاعر غير واحد بس هو ده الفرق فأتمنى يكون الرد وضح علامات لازم أي حد يفهمها أي البنت تحديدا عشان ما تظلمش الرجل اللي هي مرتبطة به دلوقت اللي عنده سؤال سريعا نبدأ بقى نحن نجاوب على أسئلتكم برا الموضوع جوا الموضوع أنا معاكم إحنا لايف وعيلة واحدة مع بعض موعدنا كل يوم جمعة إن شاء الله الساعة 11 توقيت القاهرة عشان تعملوا حسابكم اللي عايز بقى يحضر معنا لايفات على طول الانستجرام اشترك في الانستجرام كل إلا تقريبا بيبقى الساعة 10 من 10 ل 11 في الرنج ده ياريت يا جماعة اللي بعت رسالة بقى عشان هي لو أطول من سطرين والله ما بقى حقارها كلها فيحاول يوجز اللي هو بيقوله في سطرين هذا رسول الله مش أي رجل أيوة ما هو رسول الله اللي عمله ده بيعمله لي مش عشان نتعلم منه ما هو ده المعلم بتاعنا ما هو ده القدوة بتاعتنا يعني اللي هو بيعمله المفروض احنا نعمله المفروض بناخد منه درس مستفادة ازاي كان بيرد ازاي كان بيمشي ازاي كان بيعمل زوجاته ده أفضل معلم في الدنيا لما يعمل حاجة زي كده لا ما تيجي نقول الرسول كان بيصلي ويصوم اتنين وخميس ما احنا ش عاملين أصلي ده رسول لا يا جماعة بتحسبش كده بالعكس احنا المفروض دورنا كل ما نقدر كل ما نقدر ان احنا نعمل حاجة كان بيعملها نعملها لانها صح انا بحب واحدة يعني بحس ان هو مختلفين ومختلفين طبعا هو بيتبارد وبينطقط بيجرحها وهي انسة حساسة اوي فأول المفروض النصيحة لي بس هتتفهم طباعه الراجل قلبه عمل زي الرمانة مش كله هو صحيح الاهلا بس مش كله ريم حط رابط الانستجرام حادر حط رابط الانستجرام اللي عايز يشترك يا جماعة بعد من نخلص اللايف على طول هحط ونزل على التعليقات من اجمع الحلقات اللي سمعتها منك تسلم لربنا يخلي مرسي جدا على فيديو برج الاسد هنكمل يا فادية كل نساء الابراج وبعدها الرجال في شهر رمضان ده عاملين يعني حاجة كده مختلفة نساء الابراج ونخش بقى على الرجال هلا احمد وفق السرطان مع القوة الصعبة كيف اقنع بنتي بنت تحبني وانت برج ايه وهي برج ايه طبيعة العلاقة السؤال مش كده شفت الكومنتس اللي فيها انتقاد على كلامك مش عزراء اهو انا شفتها بس ما فهمتش انت قصدك لا العزراء انتقادي من الدرجة الاولى على فكرة بس لما ياخد على حد وما مزوئتية في الكلام لا كل ده فيها طبعا وإلا تبقى عزراء مضروبة فدي حاجة تانية اه انا حوت وهو عزراء وفي دايما خنا ما هو يعني اكيد منك شوية وما انت مش الملك الطاهر برضو ما انا بحب اكون من الاخر اجيب من الاخر شف انت بتعملي ايه ازاي يعرف انه في حد معجبية ويعني اللي ابتسامة او التجاهل الشديد على حسب شخصيته يبدأ يفتح معك كلام المحافظة على الاصدقاء المشتركين حاجات كتير من عمل حالات عن الموضوع ده رجل القص مع انس العزراء صعب ويحمل ويجوز حمل اه يوجد توافق بس فيه عصبية وعنده عدم تنازل فيه 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 توطر في العلاقة دي مرسى على كلامك الرائع اين عمر اسلام الحلو اين عمر ده انا كحوت اتعامل مع جوزاء الجوزاء من اصعب التوافقات هو ودلو مع الحوت والسلطان صعب العلاقة انا من الخرطوم ويحب واحدة من السودان بس بتتجاهل اعمل ايه رح لها انت من الخرطوم ويام السودان رح لها للسودان لو رحت لها للسودان هتبطل تتجاهل صدقني اركب وسافر دلوقتي واكيد اللي عمل فيها كل ده البعد هو سرطان والقص ايه رأيك صعبة ايه العلاقة دي مش مستحيل مفيش حاجة عندنا مستحيل والحب يعلي التوافق قوي ويخلي العلاقة جميلة والدنيا جميلة انسى ورجل الحمل صعبة يا زينب اكتر برجي متوافق مع انسى الطور الجدي والعزراء من حبيب وطرابيين زي وطراب مع طراب يعمل انتاج على طول انا كحوت هتعمل مع جوز الجوزاء ازاي والله هنعرف انه تعبك وانت بتيجي على نفسك وهو بيطنش وبينتقد وبيلف ويدور وكل ده ما يعني تعودي معاه وتفهمي فعشان كده انا بقول ان هو اللي محتاج النصيحة مش انت انت عاملا عليك الحوت مخنوق جدا جدا طمنا عليه والحوت على طول من الابراج رجل او امرأة اللي بيزعل بسرعة لان درجة الحساسية عنده عالية فده بيخليه دايما حاسس انه مش مبسوط لو يقدر وده صعب لان انا عارف انا بقول ايه عن الحوت حساسيته خلص الموضوع خلصت الدنيا بس هل هيقدر الانسة تحديدا البمبناية الحوتية هتقدر هو ده مربط الفرس هو ده السؤال اللي عايز اجابة علاقة برج العقرب وانسة الاسد اتنين شايفين بعض ما ينفعوش الانسة هنا تتنازل وإلا العلاقة تتبقى صعبة انا حوت وهو اسد فيه توافق يعني انت هتيجي على نفسك شوية ولكن التوافق مش عالي طبعا بس انت عندك احتوى انا دايما بقول انسة الحوت من اكتر الاناس اللي تقدر تحتوي كل الرجال حتى مش بتتوافق معاهم عقرب وانسة ميزان بيلفوا ودوروا اتنين واسكية وفاهمين بعض وفاهمين بعض وده مخلى العلاقة فيها نوع من انواع المراقبة تحس انهم مش شغالين في امن الدولة وما الاتنين طبعا مش عالي رغم ان فين جزاب اوي في البدايات بين الاتنين دول ايا كانت الاطراف لولا اكتر برجي يتنسب مع القص الجوزائي الاسد الحمال الدل والميزان كل دول حلوين اوي معا انا اسد هو ميزان حلو اوي لسه ليلي حلو اوي العلاقة دي وفيها كمية جاذبية روعة كمية جاذبية عالية جدا يعني والاسد جذبه والجاريزمة والميزان كده انا اسد هو ميزان لسه بتكلم يا فادي اوض اكتر برجي لسه مجاوب عزراء وحمل صعب الحمل شايف نفسه على عزراء شوية والحمل كبرجي ناري عايز اللي يمدح فيه ويحسسه بقيمته ولسه انا اقيل في اول بس وانا برد على صديقتنا العزروية ان العزراء مبتعرفش تزوّق الكلام وده اللي بيجيب المشاكل شوية هادية انا جادي وهو اسد عندي هادية كبيرة المركب اللي فيها رايصين هادية بتغبط في صخرة فهذه المشكلة عقرب والحمل عمتا مش من التوافق العالي او انا حويت اتعمل مع العزراء الرجل ازاي هو المفروض في توافق ولكن انا عارف مشكلتك معان هو بيتبارد ومش رومانسي اوي وبينتقدك اوي تقبل ايه وخديه بهدوء وخديه بالسياسة وعرفي ايه بيدايئك وانا دايما بقول اللي بيحبنا هيتغير عشان واللي بيحبنا هيشوف ايه اللي بيزعان ويبعد اما كده ما حصلش يبقى في حاجة غلط انا حملوية وبحب التور ليش ما فيه توافق لان هو التوافق صعب انت سريعة او عصبية او نشيطة او حسى بنفسك او هو هادي او بيتبارد او بيتجهل او ليه لصعب واحد شرق والتاني غربي ان يلتقوا صعب حوت وميزان بص يا دنيا العلاقة دي فيها رومانسية ولاف لافة كبيرة او لكن فيها مشاكل لاسباب كتير او الليل ما فيش مجال اللي انا اقولها بس التوافق اسراء انا ما تردش عليها ما شفتش والله يا اسراء شفت الكومنت اللي فات انتقاد العزراء لسه ردد عليك يا اسراء جوزاء وهو سرطان لا التوافق صعبة وما لسه اي لهند واللي بقى خسر دلعنة يبقى حملوية مدام هالة قالت كده انا كنت بحسيبك حوت طلعت حمل هي دايما انسى الحمل تمشي بالمنطق ده اللي بقى خسر دلعنة بس هل فعلا خسر دلعنة دي حاجة بقى يجاوب عنها الرجال انا جوزاء وهو اخر شهر سبعة ام لا اما هو اخر شهر سبعة دي ما هتفرق بقى اذا كان عشرين غير 23 غير 21 فلازم اعرف اخر كام يعني حوت وميزال السيدون يا ايل ماري زعلت منك لو النبي محد يزعل مني تقول لكم فو دماغ وعيل وحبيبي واخواتي محد ش يزعل ابقى عات رسالتك وانا اراها حملوية واسد حملوية وبرج الاسد انت بتعمل ايه مش مكمل خليك على البس خليك يا زلمة انا برج الطور ما انت قلت اللي زعلنا خسر دلعنا وخسر دلعنا اكثر برج ينفع مع بيسو بيسو اكثر برج ينفع مع بيسو هو بيسو مالاش حل تاني غير كده انا حوت بس ما بقدر اتغير وكل كل كلامك عن الحوت مظبوط اما الحوت من الابراج الصعب ان اتغير نفسها انا انتو جبتلي بقى فكرة حلقة وقولولي ايه رأيكم اخد يعني رأيكم في الحلقة دي الابراج بالترتيب كده اللي ما عنداش القدرة على تغيير نفسها حتى لو حبت ايه رأيكم في الحلقة دي نعم او لا موافقين ولا لا ان كان كده نعمل بكرة هدى عزراء بارد يا هدى بالذات لو انت ناري او هوائي هتشوفي كده فعلا ايه رأيكم في الحلقة اللي انا قلتها ده جماعة يعني حلوة نعم ولا نشوف غيرها انا بيجيني افكار حلقات كده بحس دي ما تعملتش قبل كده وهتفيدكم الدلوية مخنوقة اوي اوي ليه شوف الموقف اللي حصل في حياتك ايه ما هو اكيد في سبب لان الدلوية دي من النساء الريئة اوي اوي ونادرا ان هي توصل لمرحلة زي كده انا بحب واحدة متجاوزة يا عم رحمنا بقى كل شوية بحب واحدة من الصومال بحب واحدة من الصومال انا مش فاهم سوء قلتلك روح لها انت مش لسه يلمي السودان من شوية يعني صديق معنا من شوية عمال انا سوداني وبحب واحدة من السودان الاول انا من الخرطوم وبحب واحدة من السودان ودلوقتي بيقول لي بحب واحدة من الصومال انت حدف على تحت ليه كله كده ما تطلع فوقي عم شوية صوفيا لو سمحت توافق التور مع القصة بيا صوفيا وليس مستحيل نعم يعمل حلقة بدأنا هوة ان احنا نرد على الحلقة عايزة تصل والله جماعنا مش عاملين رقم خاص للتواصل بس ان شاء الله بحاول ان انا ندرس الفكرة دي مع فري العمل ان شاء الله ونوصل لكن عايزة ترتبات شوية عشان ما اقولش الرقم وحد يتصل واتأخر يزعل ده انتم بتبعتوا على الرسائل وبتأخر شوية زعلانين مني تباني اعمل ايه بس ما ما بترعوش انتم والله يعني حد بقى الواحد تتأخر يومين ثلاثة خلاص الاقيه بقى عامل مظاهرة ازاي ما تردش وازاي وازاي حلوة اوي انا شايف الناس حبت الحلقة خلاص مدام مكرا ان شاء الله موعدنا حلقة بالترتيب كده انا بقول لكم هو تصابق لكم انتم هو تلع الليف اكتر ابراج او الابراج اللي ما عندهاش القدرة على تغيير نفسها حتى لو حبت رجال ونسان خلهم لاتنين نكنت عايز اعملها رجال بس بس هخليها رجل وانس لاتنين مع بعض عشان اصدقائنا ازاي الميزان يرجع والله الميزان ده عايز يعني ما هو انا مش فاهم لو انت زعلان لو انت زعلان لو انت اللي مزعل اعتذر والميزان من نوع اللي انت لما تعتذر هيتقل شوية ويشوف نفسه شوية ويعدبك شوية ويعمل فيها تقيل شوية فلازم تتقبل فهو انا عايز اقول لك من الابراج اللي ممكن محتاج اعتذر اكتر من مرة ده لو انت غلطان وديله فترة ما يمقاش هو بعد النهاردة وانت رايح بكرة عايز ترجع الميزان اديله شوية كده يعني اديله شوية كده ايه زي ما اسمها شيرين عبدالوهاب بتقول يومين وبعد يومين يعرف ايه اللي كان مش هطول بقى عليكم اكتر من كده من امتع الاوقات عندي والله وانا معاكم عن لايف ولكن عشان وقتكم غالي وعشان اللي هيصحر وكده وانحنا يعني كتير ومن دول كتير فتوقيتنا مزاي بعضو فانا هكتفي بشكركم جدا اي حد بعتلي انا مرضيتش ما يزعل شي كل يوم جمعة عندنا لايف صح داشرة توقيت القارة ونحاول نخليها يوميل لو انتم بتحبوا الليف وانا هنزل تصويت على الليف دلوقتي يعني انتظروا تصويت على الفيس دلوقتي هنزلكم اللي موافق على زيادة عدد الليفات على الفيس بوك في الاسبوع يقول لي وانا همشي بقى رأك يلا بقى تصبعوا على خير وكل سنة وانتم طيبين